بيننا كريم احمد ونعرف منه اخر التورات المجرأة قبل بداية مباشرة مساء الخير يا كريم فضل يا كريم مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شاوي طبعا كل التحايا لك ولكل مشاهدين او كابتنا طبعا في الستويل التحليلي مباراة احضرية ويمكن خلاص الاستعدادات القوية بدأت لحقيقة يمكن نالي مباراة الترجل تونسي اللي اكيد بنتمنى ان شاء الله نفس الحالة اللي شفناها في مباراة سانداونز والسوبر الافريقي والاسرار الكبير وجدية النادي الالي ان شاء الله بازن الله تستمر الاسرار استمر الجدية واستطيع النادي الالي خطوة بخطوة ان شاء الله الحصول على لقب البطولة الافريقية تحديد جيد جدا ويمكن قرار رائع ومميز من بيتسو مسيماني ان يكون في مباراة ودية النهاردة اه يمكن احنا عارفين يا كابتن ايمن طبعا وكابتننا عارفا ان المباراة الودية طبعا انت بتقابل فريق اهل منك بيبعنده حماس بيبعنده جدية لكن يمكن الجهاز عايز يوقف على حالة بعض اللاعبين واكتر من لاعب يعني النهاردة يمكن لو شوفنا التشكيلة كابتن ايمن ممكن زي ما حقيق عرضتو طبعا يعني النهاردة بنشوف رامي ربيعة بيشوفه بيتسو مسيماني وجباته في البكرة هيكون عاملة ازاي لان احنا ممكن نفقد محمد هاني بشكل كبير جدا ايضا كمان متولي الحقيقة اللي بنتمنى له نهاردة كل التوفيق فيه المباراة بياخد برضو كمان دور بنسبة للديفندر كوكا يمكن تواجد بشكل جيد الفترة اللي فاتت لكن الممكن عنصر الجديد اللي بيحاول اكيد يعني كل الجهاز الفني هو يبص عليه وليد مصطفى الحقيقة ممكن لعب مميز جدا نقطع للنشئين لفريق النادي الالي يعني احنا عندنا طبعا معطيات وعندنا بعض اللعيبة وعندنا غيبات فيمكن النهاردة التوليفة دي بيحاول الجهاز الفني ان هو يوقف على كل حالة اللعبين التكتك هيكون ازاي غياب افشا طبعا اللي بتمنى ان شاء الله بازن الله يعني مع التحدي الكبير اللي فيه ومع الشغل اللي بيبزل من الجهاز الطبي بقناة الدكتور احمد ابو عبلا ان شاء الله يتم تجهيزه حتى لو مع الحيشة يا كابتن ايمن يحضر المباراة الاولى هيكون لي دور كبير جدا ان شاء الله في المباراة العودة فالنهاردة يعني هتبقى مباراة جيدة وجرعة تدريبية جيدة يا رب بس كل لعيبة كنت تستفيد بها بشكل كبير جدا ونحافظ على نفسنا التدخلات واضح ان يمكن الجهاز الفني قبل ما ينزل على طول لعيبة النادي القالي في التسخين زي ما انت شايفة كابتن ايمن حذر لعيبة بشكل كبير من التدخلات والتحمات يعني نلعب كورة نلعب بهدوء عايزين الكورة هي اللي تمشي مش عايزين فيه اي تدخلات لان الفترة اللي جاية محتاجة جهد لكل لعب لصبات الفترة اللي فاتت قلت لكن رجع افشة رجع محمد هاني تاني لكن عندنا امل كبير ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا متواجدين معانا او على الاقل افشة تحديدا يكون متواجد معانا في مباراة العودة الامور طيبة جدا وجايدة جدا في استاد مختار التتش اللي يستقبل مباراة اليوم الالي ومصر التأمين مصر التأمين يمكن لحظاته يمكن يكونوا متواجدين معانا بتشكيل ايضا كمان عندهم طبعا بعض العناصر مش معروفة كابتن ايمن لكن لعيبة مميزين يعني يمكن قدرنا ان احنا نستفسر عندهم كرة وعلى عيبة مميزة عندها يمكن مجود شوية عندها فكر كبير في رب ان شاء الله بإذن الله تكون جورة على تدريبية قوية يستفيد منها الجهاز الفني يستفيد منها اللاعبين لكن الاهم من كل ده ان شاء الله بإذن الله انه مبقاش فائق إصابات ربنا يحافظ على لعب تلل نادي الاهلي ونقدر النهاردة والجهاز الفني يقدر ان هو يقيم بشكل عام لعيبة النادي الاهلي اجاي ممكن ياخد فرصة النهاردة بشكل كبير منتظرين الحقيقة كابتن ايمن كريم ندفدي يعني كريم ندفدي الفترة اللي فاتت يمكن كان بيقدي اداء مميز جدا في التدريبات جهازيته الحمد لله كان واضح فيها التدريبات ان هو خلاص داخل في مرحلة الفورمة المباريات فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله بنتمنى كريم ندفدي يكون متواجد اجاي يكون متواجد لكن في عدد من اللاعبين يعني يمكن يجنبهم شوية يعني السلية علي معلول محمد شريف كل العيبة طبعا اللي يمكن كان مجود كبير جدا للفترة اللي فاتت ليها وتلاحوا مباراة عديد فيمكن في راحة ليهم النهاردة فان شاء الله بإذن الله نشوف العيبة اللي متواجدة وبإذن الله ان شاء الله يكون المباراة جور على تدريبية بعيدا عن النتيجة النتيجة ده اخر حاجة كابتن ايمن للنادي الاهلي النهاردة هيلعب بفريقين يعني ممكن يلعب بفريق شتوط الاول وفريق تاني شتوط التاني من الواضح ان ممكن يمكن يبفيه تغيير لكن مش مش الفرقة كاملة كابتن ايمن يعني يمكن فيه عناصر برا كمان متواجدة ممكن يبفيه اربع او خمس لعبين يتم تغييرهم مرة واحدة او دفعة واحدة سواء بين الشتين او بعد الشرط الاول او بعد جزء كبير من الشرط الاول لكن مش هيتم الدفع بكل اللعيبة كابتن ايمن ده اللي واضح يعني من الجهاز اللي فني بقائدة بيزو مستماني ان مش هيخاطر بكل اللعيبة لان احنا عندنا لعيبة عايزين نحافز عليها بشكل كبير الجهاز الفني. لكن عندنا امل ان كل لعيبة تشارك. عايزين نتطمن على كل اللعيبة. لكن الاهم اللي بناكد لها كابتن ايمان بس ان اللعيب يتحافز على نفسها بشكل كبير جدا. لان مبارات الودية معروف التدخلات ومعروف الاتحامات اللي بيكون قوية. وان شاء الله بازن الله نادي الالية استفيد بشكل جاية جدا من مبارات اليوم. هل كان في تدريبات النهاردة لبعض اللاعبين قبل المباراة? يمكن شوفنا النهاردة الحقيقة كابتن ايمان بعض اللعيبة طبعا قبل الانطلاق التسخين. يعني شوفنا طبعا عمر السلاي بيقدي تدريبات محمد شريف بيقدي بعض التدريبات. يعني عناصر ممكن ما شفناش الكل علي معلوكا في الجيم. مروان موحسن نهاردة يكون متواجد في التشكيل. عدد من اللعيبة بس قليل اللي ممكن نهاردة شاركوا في تدريب بسيط مع كابيلو مخاططة الاحمال. لكن اغلب اللاعبين في الجيم ممكن بيتضربوا تدريبات خفيفة البرنامج. هيكون هادي شوية بقى الايام اللي جاية. لان بعد المباراة دي في خمس ايام راحة بالنسبة لعبت اللي النادي الاقلي يعني بيحاول الجهاز الفني ان هو يساعد اللعيبة بشكل كبير. التقط والانفاس كده شوية للاستعداد للفترة القادمة. لان المرحلة كانت صعبة. تعرف كابتن ايمان الفترة اللي فاتت. فان شاء الله بإذن الله كون المباراة من نصيب النادي لها. بعد الخمس مباراة الراحة دي يا كريم سمعنا ان في مباراة تانية قبل مباراة التراجي ان شاء الله. مباراة ودية تانية. هل الكلام ده هيكون الاسبوع اللي جاي ولا الاسبوع اللي هو بيسبق مباراة التراجي? يعني يا قدر اقول لك يا كابتن ايمان حتى اللحظة دي هي مباراة واحدة لمحددة. يمكن استفسرنا من كابتن سايد عبدالحفيز والجهاز الفني هل يكون في عدد من المباراة قبل المباراة تحديدا. يعني كابتن سايد كان صراح ان هي ممكن تكون مباراة وحيدة للاتمئنان على حالة اللعيبة. الخمس الام الجايين يمكن مش هيبهوا راحة بس يا كابتن ايمان لا اللعيبة برضو عندها واجبات وعندها بعض التدريبات وعندها برنامج خاصة ينفذ فيه آآ البيت طبعا لكل لاعب. يعني ممكن تكون ساعة في اليوم كله تدريبات لان منفعش طبعا البعد الكامل عن التدريبات. النهاردة اكيد يعني هي فورمت المباراة. يعني مش عايزين نبعد عن فورمت المباراة. النادي الاهلي الحقيقة ماشي في في اداء رائع جدا في فورمت المباراة. فالنهاردة يعني اكيد بيحاول ان هو بشكل عام اللعيبة تكون في الفورمة. العيبة كمان تيجيب فورمت المباراة اللي كانت مستبعدة بشكل كبير الفترة اللي فاتت. لكن هيتم حسم الامر ده بنسبة كبيرة جدا كابتر ايمان يعني في خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية. نعارفين طبعا ان اكيد اختيار الفرقة انت بتحاول ان انت تختار فرقة في عدد من الفرقة بتكون عندها طبعا انشغالات ومباريات. فبنحاول نيجيب الفرقة والنادي الاهلي بيحاول يجيب الفرقة اللي مبقاش فيها ضغوطات بشكل كبير ومبقاش فيه الفرقة. بعيدا عن النتيجة. امر مهم جدا ان احنا نتطمن على كل اللعيبة ونتطمن على الاداء والشكل اللي بن امله ان شاء الله يستمر مع النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. بازن الله رب العالمين. شكرا جزينا لنزمينا العزيز كريم احمد. فضلا كابتو شريف تكمل كلام.